لا امكان يجيلك انت وجودك في الفريق ليس كابتن فريق فقط ولكن انت برضو يعني صاحب القرار واكيد كمان كابتن حمدي صافي بيلاجئ لك في حاجات كتير وبياخد رأيك وبياطك كمان في رأيك مش بس كابتن حمدي النادي كله بداية الموسم الفريق تعرض لهازة كبيرة لا تخفى على احد وهو رحيل خمس لعبات من قوام الفريق في وقت دي في وقت فجأة شفت ده ازاي وكان تحليلك ايه في الوقت ده كابتن طبعا هو اي فريق ممكن كان بسبب ده كان ينتهي لكن انا بصراحة انا كان عندي سكة وكنت حتى انا وكابتن حمدي من بعدها على طول كنا رجعين من البطوة الافريقية كان فيه كلام ان احنا عندنا سكة ان احنا قدرين باللعيب الموجودين وبروحهم وان هما كلهم لعيب على اعلى مستوى حتى انا الغاية اخر يوم في السيزون انا كنت بقول لهم الكلام ده نحنا كان عندنا سكة عالية جدا كان عندي سكة غير طبيعية في الفريق ان هو ايا كان العدد اللي مش موجود ولكن النادي الاهلي دايما باقي يعني حتى مش هيكون اكتر من الناس اللي اعتزت قبل كده تهني توصن يعني اجال بس اختبار صعب يعني برضو هو صعب ان هما كمان راح للمنافس راح للمنافس بس برضو يعني انا دايما بقول لهم ان احنا يعني فريق الاهلي برضو مش يعني يعني احنا فرقة جماعية عندنا اكتر من ست لعيبة حتى لو ست لعيبة مش ولا احنا عندنا تاني فيه في الاربعتار وفين التمنتاشر في القايمة فاحنا عندنا لعيبة كتير وعندنا راح للمكسب يعني احنا فريق متعود عن مكسب فده بيكون اسهل شوية من اي فريق تاني يعني ممكن اي فريق تاني بيوح له لعيبة عالين ولكن في نفس الوقت مش بيحققوا النتاج اللي احنا الحمد لله بنحققها لكن احنا فيه الحمد لله كذا موسم كان يمكن بنقابل فرق ممكن تكون فرقة قوية وعلى الورق ممكن تكسبنا ولكن ده عمو ما حصل في السنين اللي فاتت دي كلها بسبب ان احنا دايما فريق الاهلي متعود عن مكسب روحوا كويسة في الملعب فريق جماعي يمكن بس السنة دي فعلا الموضوع كان صعب شوية بس الحمد لله قدرنا نطلع بأهم بطولات يعني في السيزون وهي بأهم بطولات دوري كمان السواء المصري في نسخة الاولى بس الحقيقة تحليلك ممطقي جدا بأمان يعني انت قلت حتة بأمان احنا نفسنا يعني ما قلناش في السنة التحليلية وان الفريق واخد على المكسب وان يامع بنا في ركب تبقى أفضل مننا بس روح المكسب دي كانت عندنا ويمكن ده اللي ميزنا الحقيقة طيب شايفة يعني يعني الاصابات والوضع اللي كنا متعرضين لي أسواء مش بس رحيل كان لعبات ولكن كمان كان في وقت مصاب يعني لعب تلعب كتير وهي مصابة أولهم طبعا آية يعني كانت مصابة بشكل دائم وتتحمل عن نفسها الاصابات دي ألاقيكو ككبتل فريق وكجهاز فني ولا لا أكيد طبعا أكيد كمان بالذات يعني كان آية شامي وكاروينة وكاسر المحترفة بالزبط يعني هما يعطبها لسكورة بتاعنا يعني أعلى مسجلين للنقاط في السرقة بلعبهم مصابين كانوا بلعبهم هم مصابين آية في الدور مصابة كاروينة مصابة من تاني مطشف في زمالك في أول السيزون وعامات عملية غدوف ورجعت كان وقت دايق جدا إن هي ترجع زي الأول وأكتر فكان الوقت دايق شوية لعبنا تدور وبعدها بقى أقل من أسبوع لعبنا الكاس يمكن التمرينات اللي هي ما بين الدور وما بين الكاس إحنا ما لعبناش كاملين طول الفترة دي يمكن بس التمرينا اللي هي قبل فاروينة الكاس الفرقة كملت آية نزلت وكاروينة نزلت فيمكن الحاجات دي هالأسوات فينا وإلا كان السيزون برضو عينتهي بشكل أحسن من كاب كتير بس تحليلك يعني أمانة تحليل منطقي يعني مش موجة نظر لعبة فقط ولكن من وجة نظر قيادية للفريق لا يعني الإصابات برضو كانت مهمة ومع ذلك احنا يعني تخططوها تحليل في يعني في المنطقي الروح الروح كتعالية جدا ما كانش فارق مين يلعب مين ما يلعبش بالزبط فرقة دي دي حاجة مهمة جدا وفعلا أنا برضو لسه كنت بتكلم مع الفرقة يعني أحسن حاجة وقدر أقولها أن فعلا السنة دي أكتر مرة ألاقي روح الفريق بالشكل ده فعلا أول مرة يعني أنا طبعا يعني كابتن فريق ممكن أكيد اللعيبة لو حد مددائب يتكلم معي الكلام ده لكن أنا فعلا السنة دي فعلا يعني ممكن واحدة تقولي أنا مش مددائقة وأبعرف أنها مددائقة لا هو فعلا ما كانش حد فارق معي غير مكسب الفرقة صحيح كل محدش كان في فرقة كلها كمان كان كده وكان بين في المبراية ما كانش في حد فارق مع أنه هو يكون في الملعب فأنا حتى يعني من خلال حضارك أنا يعني أنا بشكرهم كلهم على الروح دي نحن قدرنا بيها نحقق يعني أهم بطولة في السيزون والسوبر أول مرة يتلعب والحمد لله قدرنا يبقى بإسمينا برضو الحمد لله لا مش النجح بكمال مقاييش